بأكثر من 16 مليون مستخدم لتليجرام في العراق يعد التطبيق وسيلة مهمة للدعاية الحزبية والإديولوجية إلا أنه بات على المستخدمين سواء من قيادات أو مواطنين عاديين تركيز نشاطهم في تطبيقات أخرى للتواصل مع متابعيهم أو الاستعانة بالVPN أي بشبكة افتراضية خاصة طيب السبب هو حضر الحكومة لتليجرام في البلاد فهل هناك فئات مستهدفة من هذا الحجب؟ تقول وزارة الاتصالات إن قرار حجب تليجرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين والتي خرق التطبيق سلامة التعامل بها خلافا للقانون وتشير الوزارة أيضا إلى أن مؤسسات الدولة طلبت مرارا من إدارة التطبيق التعاون في غلق المنصات المتسببة في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات وأكدت الوزارة احترامها لحقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها إذن مشاهدين هل تقف حسابات سياسية وراء حظر التطبيق؟ بعض المراقبين أشاروا إلى أن قرار الحكومة أثارت ضجة لدى مؤيدي الجماعات الشيعية المسلحة وذلك بسبب توقف قنواتهم عن العمل ومنهم مجموعة تسمى فاطميون هذه المجموعة تنشر دائما أخبارا مؤيدة للجماعات الشيعية المسلحة وذلك بشكل دائم لكنها لا تعلن تحديدا عن ولائها وقد تبنت هذه المجموعة هجمات إلكترونية على مواقع شبكة الإعلام العراقي الرسمية وقالت إنها أخرجتها من الخدمة فريق فاطميون الإلكتروني حينها قال بهذا البيان هجوم سيبراني يطالوا موقع شبكة الإعلام العراقي حجب الخدمة عن موقع شبكة الإعلام العراقي في أثناء بثها المباشر على الموقع والله لم نسكت وطبعا وسوم أو هاشتاغات فريق فاطميون الإلكتروني ووزارة الاتصالات وتليجرام منصة صابرين نيوز التي تشير في تقارير إلى أنها مقربة من الحرس الثوري الإيراني قالت إنها ستشكل تحالفا إعلاميا ضد الحكومة احتجاجا على ما اسمته تقييدا لحرية النشر وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي حسين الكناني في قرار الحكومة رضوخا لإملاءات أمريكية تعارض توجهها هذه القنوات الدائمة للموقف الإيراني أو المدعومة منه وذلك فضلا عن كونها موجودة على منصة روسية المنشأة الإدارة الأمريكية تريد أن تكون كل الفضاء الافتراضي هو ضمن المنصات الأمريكية هي لا تسمح بأي منصة إذا صح التعبير أيضا الموازية للمنصات الأمريكية هي لا تسمح بأي شكل من الإشكال وبالتالي قطعت هذه المنصة عن الواقع أو العالم الافتراضي العراقي من خلال إما توجيهات أو ضغط على الحكومة العراقية بالضغط عليها بضرورة تغلق هذه المنصة وكنا نعرف أن هذه المنصة منصة روسية وبالتالي لا تسمح لأي منفذ ممكن أن يكون طريقة للتواصل بعيدة عن السيطرة الإدارة الأمريكية على هذه المواقع في نهاية المطاف أظن أن هذه أوامر أمريكية صارمة والحكومة خضعت لهذه المطالب روادوا مواقع التواصل تساءلوا ماذا عن باقي المنصات على فيسبوك يقول سجاد تطبيق تيليجرام الذي يتمتع بتشفير عالي ومميز وخفة وسرعة بالأداء ويحمي من التجسس الإلكتروني يتم حجبه بحجة الأمن القومي لكن تطبيقات شركة ميتا الأمريكية التي تنتهك خصوصية ملايين العراقيين وتسيطر على بياناتهم لا تهدد الأمن القومي ما هي معايير انتهاك الخصوصية لدى الوزارة؟ أما حساب فريدم فيقول أيضا على فيسبوك الطالب العراقي مدرسته تيليجرام وشبه معتمد عليه بالدراسة بالنهاية تجي وزارة الاتصالات تحجب هذا التطبيق ما قدروا يحجبون تطبيقات سخيفة مثل تيك توك أو مواقع زفة مثل المواقع الإباحية يجعون يحجبون تيليجرام بحجة تسريب للبيانات ما هي أصلا صار كم سنة البيانات متسربة؟ أخيرا يوسف أيضا يعلق بالقول الدولة مفروض تحاسب اللي يسرب المعلومات والموظفين اللي يأخذون رواتب وشغلتهم الحفاظ على هاي المعلومات مو تحاسب المواطن اللي يشغلوا كله على تيليجرام أنتم حاسبتوا المواطن والتطبيق اللي هم مالهم علاقة بكل هاي الهوسة وعفتوا اللي سرب خصوصيات الناس شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها